منيرة ذو العقد الثاني من عمرها لم تعد قادرة على المشي والحركة بسهولة ويسر فإعاقتها هذه لم تحل بينها وبين ممارسة مواهبها المتعددة لم تجد غير رجلها لتعبر بها عما بخلدها من أفكار ومشاعر لتترجمها على لوحاتها ورسوماتها إلى جانب موهبة الرسم التي تحسين أداها فيتستطيع النحط على الخشب والتعامل مع جهاز الحاسوب استطاعت منيرة أن تبرز مواهبها وقدراتها أمام الآخرين في حفل الاحتفاء باليوم العالم والعرب للمعاقة والذي ينظمه مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت حيث يسعى المجلس إلى الاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة من خلال إقامة العديد من الأنشطة والمشاريع المختلفة اليوم مجلس تنسيق رعب دور كبير بعتباره مجلس يضم يميع جمعيات ذوي الإعاقة ووحد يهودها كانت في شتات قدم مشروعات مختلفة ومتنوعة للمعاقين ونفلت على منها وتابع أيضا احتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات في بارقة أمل جديدة سعى مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والالتحاق بمدارس التعليم العام عبداللطيف أحد هؤلاء الطلاب الذين تم دمجهم في المدارس النظامية حيث يحقق كل عام المرتبة الأولى على زملائه لكن هناك ثمة مشكلات وعوائق واجهته مما اضطره إلى ترك الدراسة إذا كان بتندمج في مدارسة أخرى الترتيب يعني ترتيب الصفوف يكون الصفوف الصغرى فوق يعني الطابق الثاني أو شيء ومثلنا المعاقين عارف أنت أنك ما بنقدر نطلع لفوق وإذا كلمناهم ما نسمعون لنا لكن نحن نكلمهم والله يعين عبداللطيف يواجه مشاكل في مشكلة المواصلات وهو يريد أن يواصل تعليمه الأساسي والثانوي والجامعي بإذن الله ولكن الفرصة لم تتيح له بسبب المواصلات وأنه في قرية ريفية لم تقف يوما الإعاقة حاجزا وعائقا أمام طريق الإبداع والإرادة والنجاح فكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا أنهم قادرون على تحدي الصعاب ولم يعرفوا للمستحيل طريقها الاحتفال بيوم المعاق هو فرصة للفت نظر العالم لذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف بمواهب وقدراتهم وإشراكهم مع غيرهم من أفراد المجتمع فهمي بارماري قناة سهيل سيئون سيئون اشتركوا في القناة